يا جماعة في بعض الزيادات ما بتصح مثلا من مس الحصى فقد لغى الحديث ثابت صحيح في صحيح مسلم أما زيادة ومن لغى فلا جمعة له لا تثبت حديث كل بدعة ضلالة في صحيح مسلم أما زيادة وكل ضلالة في النار لا تثبت وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد هذه الزيادة لا تصح طبعا الحديث ثابت في صحيح البخاري حديث أمرت في رمضان تقضي حجة ثابت في البخاري أما زيادة معي فيها مقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال زيادة تعاليت لا تثبت لا يخلون رجل بامرأة ثابت في الصحيحين البخاري ومسلم ولو كان يعلمها القرآن هذه الزيادة لا تصح يحشر المرء مع من أحب هي الصحيح المرء مع من أحب في البخاري أما زيادة يحشر لا تثبت لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ثابت في الصحيح أما زيادة وأخروا الصحور لا تثبت ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة زيادة شاذة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زيادة تعالى في السلام ما وردت إن أمتي يدعون يوم القيامة غرى محجلين من آثار الوضوء ثابت في الصحيحين أما زيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل لا تثبت عن النبي قيل أنها مدرجة من كلام أبو هريرة أميرت أن أسجد على سبعة أعظم وأشار بيده على أنفه زيادة وأشار بيده على أنفه لا تثبت على النبي قيل أنها زيادة من طاوس يعني طاوس هو الذي أشار بيده أو أبوه ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار زيادة في النار شاذة في التشهد ثم رفع النبي إصبعه يحركها شاذة للعبد المملوك أجران ثابت صحيح أما زيادة والذي نفسي بيده لو لا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أكون عبدا مملوك زيادة شاذة لأن النبي أم ماتت ثم دنى الجبار رب العزة فتدلى يعني هذا خطأ في البخاري فتدلى ليس الجبار الذي تدلى هو جبريل حديث إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير زيادة الأخير فيها مقال طبعا الحديث ثابت في صحيح مسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربعة هذا والله أعلم